موسيقى تحية طيبة لكم مشاهدين الكرام نقدم لكم نشرة لأهم الأخبار الرياضية والبداية مع أبرز العنوي استكمالا لعرس رفع الحظر الاتحاد يكشف عن مساعد لنقل مباراة المنتخب أمام سوريا إلى بغداد والداخلية تعلن جهزية العاصمة لاستضافة الأحداث الرياضية اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباريات دور ثمانية لكأس العراق إلى إشعار آخر بإقامة ست مواجهات اليوم انطلاق المرحلة الثانية من دور اليد الممتاز في السليمانية وإلى تفاصيل أهلا بكم ونبدأ نشرتنا من أخبار المنتخب الوطني إذ أكد نائب رئيس اتحاد كرة القدم يونس محمود أن هناك محاولات من جانب العراق لنقل مباراة أمام المنتخب السوري إلى بغداد ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات المونديال قطر وقال محمود أن رئيس الاتحاد عدنان درجال شدد في مؤتمره الصحفي الأخير على سعيه لنقل مباراة المنتخب أمام سوريا إلى بغداد مؤكدا أن هذا الأمر متروك للجانب السوري وإذا ما تمت الموافقة على ذلك فأن الاتحاد سيستقبلهم بكل ودن لأن العراق بلدهم الثاني نفي أن في الوقت نفسه وجود أي تقاطع أو خلاف بينه وبين مدرب المنتخب الوطني عبدالغني شهد وفي سياق متصل أكد مدير الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية سعد معان جهزية بغداد لاستضافة أي حدث رياضي وقال معان أن بغداد مستعد من جميع النواحي وجاهزة لاستضافة مباراة منتخب الوطني أمام نظيره الإماراتي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 مضيفا أن بغداد سبق لها أن استضافت مباراة ودية لمنتخبنا الوطني أمام نظيره الأوغندي والتي جرت في ملعب المدينة الدولي وكانت ناجحة من النحية الأمنية وقبلها جرت المباراة النهائية لبطولة غرب أسيا للشباب وكانت ناجحة مئة بالمئة وأشار معان إلى أن وزارة الداخلية سخرت كل جهودها من قوات حماية أمن الملعب وكل ما لديها من موارد أخرى لتأمين وإنجاح مباراة المنتخب أمام الإمارات المزمع قامتها في الرابع والعشرين من آذار الحالي أعلن اتحاد كرة القدم أن لجنة آسيوية للتقصي عن شكاوي لاعبي ممثل سبعة أندية لم تدفع مستحقاتهم لموسم سابق وستصل العراق للنظر بها وقال عضو الاتحاد والناتق باسم أحمد الموسوي أن لجنة آسيوية ستحضر وتبقى في العراق من التاسع عشر ولغاية الثالث والعشرين من الشهر الحالي وذلك للنظر بشكاوي اللاعبين ضد أندية لم تسدد مستحقاتهم ولفت إلى أن اللجنة الآسيوية مع لجنة التراخيص ستلتقيان بالأندية السبعة للنظر بشكاوي اللاعبين وتأكد من الجهة المتضررة وعلى ضوئه سيكون اتخاذ القرارات الخاصة بشأن الجهة المقصرة داعيا أن الأندية السبعة التي رفضت الإفصاح عن اسمها للخصوصية لحل الإشكال بأسرع وقت مع اللاعبين وتجنب العقوبات المؤثرة وإلى مباريات دور الكرة الممتاز والذي يعرض حصريا على شاشة قناة العراقية الرياضية حقق فريق نفط الوسط تعادلا ثمينا أمام مضيف الميناء بثلاثة أهداف لكل الفريقين بختام مباريات الأسبوع الرابع والعشرين من المسابقة وبهذا التعادل أصبح رصيد نفط الوسط واحد واربعين نقطة في المركز الخامس بينما وصل الميناء إلى النقطة السادسة عشر في المركز التاسع عشر نحن استلمنا الفريق قبل ثلاثة أيام الحمد لله بشكر يعني شنس جيدين ممتازين بالشوط الأول لكن تمثل ما تعرف الفريق معد عداد بدني سيء جدا ولا يستطيع أن يلعب أكثر من ستين دقيقة بسبب فترة العداد اللي كانت والفريق محمل أكثر من اللازم فيما رجع بالشيء المردود السلبي نطمح بالمباريات الجاية لكن للأمانة نقدر نقول قليل الحلول نقدر نقول أدواتنا قليلة بس نحن نقول إن شاء الله أكون تعسن بالفريق اليوم كنا زينين بالشوط الأول نمن أن نطور الأداء بالفترة الجاية إن شاء الله طبعا يعني في ظل الظروف اللي حصلت تتأخر بثلاث أهداف مع فريق يمر الظروف صعبة على ملعبه أمام جماهرة شوف بغض النظر عن الموقع اللي احتل فريق الميناء فريق الميناء يبقى واحد من أمتع الفرق العراقية أنا حسب وجهة نظري الأهداف التتحافز ودافع على أنه ممكن أنه تكون بدايتها من خلال هذه المباراة وأحنا بالنسبة إنا كلاعبين وكجهاز فني يعني صد مكانت لنا لأن الأهداف إجت تمنقون بمصطرحنا بشكل سريع وبأخطاء يعني كان ممكن ممكن نتلافع بداية المباراة اللي بدناها ما أدل على أنه فريقنا راح يطلع متأخر بالشوط الأول الشوط الثاني التفريق الخاصر ثلاثة وأيضا إحنا يعني بالأدوار الماضية متلكين فأتعاملنا أكثر شيء للصراحة مع الجانب النفسي يجي واحد يقول الشوط الثاني شوط المدربين ممكن بس أدواتك إذا متعينك ما راح يكون شوط المدربين أكيد يعني أعتقد الشوط الأول فريقنا ما كان بالمسؤول مطلوب الميناء كان أفضل من قدم الشوط الأول الحمد لله الشوط الثاني قدر فريقنا أنه ما يستسلم ويرجع لأجواء المباراة أعتقد نقطة إيجابية كانت أنه ممكن كان من اللحظات الأخيرة أنه ممكن من اللحظات الأخيرة أنه نحسمها بالهدف الثار الرابع كنا نقدمين الثلاثة صفر للشوط الأول قدمنا مباراة تليق بيننا كلاعبين وبناد الميناء نزلنا الشوط الثاني ما أعرف التوفيق ماكو ماكو اللاعبين بعدهم مصغار أكثر اللاعبين بعدهم مصغار فمن نزلنا باردين ما أعرف شن الخلل السبب ماكو بس إن شاء الله أدعو من الإدارة من اللاعبين ومن الجمهور صير فاضل لنادي الميناء نادي الميناء يعني جريمة بحق كرة القدم مركز 19 إحنا لاعبين ماكو لاعب يعني مثلا مايريد يفوز أو يريد بس يخسر بس توفيق ماكو إن شاء الله من مباراة الجوية نقدم مباراة ونبدأ بالمسار الصحيح ونعدل ترتيبنا بالدور إن شاء الله بينا أمين سر نادي الزورة شاكر جبوري أن فريقهم الكروي قدم أداء لا يليق بسمعة وتاريخ النادي أمام سامرا في الدوري الممتاز مبينا في تصريح للعراقية الرياضية أنه سيتم حسم قضية اللاعب مازن فياض بعد الاجتماع مع الجهاز الفني أنا ما رح أبرر لأنني ما أحشي بالجانب الفني دائما ما أحشي بالجانب الإداري أنا أعتقد مباراتنا كانت يعني أدو بس أداء ما يليق باسم الزورة صراحة الجمهور اللي حضر والمؤازرة اللي صارت من الجمهور كانت كبيرة جدا اليوم عندك انت ملعب جميل جدا جمهورك في ظهرك كل هذا يجب أن يعني هو صحيح أنت كنت تحت الضغط مال الجمهور بس يجب أن تؤدي أكثر لأن أنت عندك طاقة بداخلك يا لعبنة يا لعبنة عندك أكثر بعد تقدر تؤدي إلا أنه هذا أنا ما أسمي لا تخاذل ولا أسمي تقاعس أسمي يعني عدم والاة في بعض الحالات هي اللي سببت نتيجتنا راح نقعد بيني تناقش به وأعتقد إحنا أخذنا بقرار إلا أنه القرارات ليست قرآن إذا ما كان هناك يعني نظرة ممكن تكون بيها هي كانت في البداية نظرة صحيحة على اللاعب لأنه اللاعب لا يتمرد على الفريق الفريق أكبر من اللاعب وجمهور الزوراء وإدارة الزوراء وإسم الزوراء أكبر من إسم مازن المفروض به مثل ما خدمه هذا النادي المفروض يأدي به حتى لو يلعب دقيقة وحده ويا ما شوفون أنت فرق عالمية ممكن ينزل اللاعب مالتها خلال خمس دقائق أو ثلاث دقائق أو دقيقتين نظرة المدرب يجب أن تحترم وعلى اللاعب أن يطبق لأن بيني وبينك أكو عقد وبيني وبينك أكو احترام هذا المفروض يجب أن يحترم من قبلك مثل ما أنا دا أحترم المفروض أنت تحترم أنا هاي الرسالة اللي أقولها هذا الموضوع راح نبحثه وإذا كان بي قرار نهائي للمدرب وللإدارة فقرار نهائي لا رجعت به أكد محلل العراقية الرياضية نبيل زكي وصادق سعدون أن بداية المرحلة الثانية شهدت تطورا بمستوى العديد من فرق الدوري الممتاز ما سينعكس بالإجاب على المنافسة برمتها مبارات أصبحت أجمل أحلى بها أهداف أفضل من المرحلة الأولى مرحلة الثانية بدايتها أول أربع لعبات شاهدنا هداف كثيرة غزيرة المنافسة على مركز الوصيف بين الطلبة والزوراء والجوية ونفط الوسط أعتقد تعطيك متعة في هذا الموضوع وأمتكد ستكون مبارات أجمل وأحسن خاصة إذا أبقى الاتحاد على أرزول أربع فرق ستفطر هذه الفرق أن تتخلص من عباءة الفرق المتأخرة القائمة وتحاول أن تسجل اتصارات كبيرة وهذه تخدم الدوري وتخدم متعة الدوري نحن نتمنى أن المرحلة الأولى حقيقة لم يكن ذلك الدوري المميز خلال المرحلة الثانية شفنا مستويات جيدة لبعض الفرق وأيضا مستويات هابطة عكس ما شفناها بمرحلة الأولى لبعض الفرق يعني اليوم أنت المرحلة الثانية هناك تنافس شديد على مركز الوصيفة وأيضا على هبوط الفرق إذا ما تطبق القرار بأربع فرق ستصور هناك إثارة كبيرة وراح يصير هناك مستوى عالي نشوف من خلال ما شاهدنا بهذه الدور خاصة بوفرة أهداف وحتى مباراة اليوم أيضا بوفرة أهداف راح توصل إلى 25 هدف بهذا الدور خلال أربع مباراة أو خمسة فالمستويات أشوفها في تحسن عكس فريق أو فريقين مستوياتهم عكس ما كانوا بالمرحلة الأولى قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم تأجيل مباريات دور ثمانية لكأس العراق إلى شعر آخر وذكر الاتحاد في بيان أنه قرر تأجيل مباريات دور ثمانية لكأس العراق إلى شعر آخر لإعطاء الوقت الكافي لمنتخبنا الوطني للاستعداد الأمثل لمباراة أمام شقيقه الإماراتي والتي تقام في ملعب المدينة الدولي في 24 من الشهر الحالي ضمن التصفيات الأسيوية المؤهلة إلى نهائيات مونديال قطر حدد الاتحاد الأسيوي لكرة القدم ملعب مباريات دور أبطال آسيا للموسم 2022 وقرر الاتحاد الأسيوي إقامة مباريات القسم الغربي من القارة في السعودية بالتالي فأن القوة الجوية وزورة في حال تأهله سيلعبان في السعودية ويشار إلى أن فريق القوة الجوية سيلعب في المجموعة الغربية الثانية والتي تستضيفها الرياض وتضم جزير الإماراتي وشباب السعودي ومونباي سيتي الهندي بينما سيلعب الزورة في دور الإقصائيات أمام الشارق الإماراتي وفي حال تأهله سيتواجد في المجموعة الأولى إلى جانب الهلال السعودي والريام القطري واستقلال الإيراني جرت يوم أمس ست مواجهة ضمن منافسات الجولة السابع عشر لدور كرة صلاة الممتاز وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق نفط الوسط على مضيف فريق المرور بأربعة أهداف مقابل هدفين ليواصل صدارته للمسابقة فيما تعادل فريق غازي جنوب مع ضيفه فريق الشرقية بهدف لكل منهما ونجح أمانة بغداد بالتغلب على فريق الظفر بأربعة أهداف لهدف واحد وأفاز نفط البصرة على مضيف الشرطة بثلاثة أهداف لهدفين وتعدل فريق الجنوب مع الجيش بثلاثة أهداف لكل الطرفين وكذلك تعادل فريق الجنسية مع ضيفه المصافي بهدف لكل منهما حسم فريق غازي الشمال مباراة ديربي محافظة كاركوك لصالحي بعد فوز على فريق نفط الشمال بمئة وثلاث نقاط مقابل ثلاثة وتسعين ضمن دور كرة السلة الممتاز ديربي كاركوك الذي جمع ما بين غازي الشمال ونفط الشمال مباراة لها نكهة خاصة بالنسبة لللاعبين وحتى الجماهير التي حضرت اللقاء القائمون على الفريقين أكدوا على أهمية المباراة وضرورة كسب نقاط اللقاء مباراة ماكو خاصر إن شاء الله احنا ثلاثة من كاركوك النتيجة واحدة سلة كاركوك حاول نسعد هذا الجمهور الحاضر بالقاعة ونقدم مباراة تليق باسم غازي الشمال والمنسة والقدمة خلال المرحلة الثانية تحفيز جانا بعد الفوز على السماوة تقريبا ضمن البقاء بالدوري واليوم ما عندنا شيء غير الفوز الربع الأول تقارب فيه الأداء لدرجة كبيرة لينتهي بالتعادل بثمانية عشرة نقطة لكل فريق أما الربع الثاني فقد شهد عودة لاعبي غازي الشمال ليضغطوا على الفريق المنافس ولينتهي الربع الثاني لمصلحتهم بخمسين نقطة مقابل واحد واربعين ما عندنا شيء خسره طابين المباراة بدون ضاقة نفسي جاهين من فوز على السماوة الفريق الآخر عندهم خسارة مع دجلة الربع الثالث إن شاء الله ستكون إنه هم عندهم أخطاء هواي لعبينهم عندهم فاولين وتتفاولات يعني راح تكون لعبهم مقيد بالربع الثالث الرابع الربع الثالث استمرت فيه سيطرة لاعبي غازي الشمال على مجرياته لينتهي لصالحهم بست وسبعين مقابل واحد وستين أما الربع الأخير فلم يتغير فيه شيء إذ استمرت أفضلية لاعبي غازي الشمال ولينهو المباراة لمصلحتهم بمئة وثلاث نقاط مقابل ثلاث وتسعين على حساب نفط الشمال مبروك النادي نهارد لك الفريق نفط الشمال طبعا بداية كل مباراة الصغير هاي الفريق ما يدخلوا بأجواء اللعبة بسرعة بس الحمد لله والشكر بعدين دخلنا بأجواء اللعبة وتقدمنا وقدرنا نحافظ على التقدم ثلاثة شواطة احنا متقدمين تدري أي فريق يعني سرد آقل مالية ما عنده يعني سرد مستوى متتذفذر الحمد لله هذا اللي علينا سوينا باقين بدوره ممتاز هذا يعني بالنسبة لنا إنجاز للعراقية الرياضية حسام كريم كاركوك تنطلق اليوم في محافظة السليمانية منافسات المرحلة الثانية للدور الأول من منافسات دور كرة اليد الممتاز بإقامة ست مواجهات حيث يواجه جيش فريق الخليج العربي ويلعب شرطة فريق الحجد الشعبي ويلتقي كربلا مع فريق لمسيب ويواجه سليمانية فريق الكوفة فيما يلعب الكود فريق التعاون ويلتقي بلدية البصرة مع فريق جيالا هذا ويتصدر الشرطة المسابقة برصيد 33 نقطة ويحل الجيش ثانيا برصيد 30 نقطة صدقت محكمة المنازعات الرياضية العراقية قرارا بشرعية انتخاب شعلان عبد الكاظم رئيسا للاتحاد العراقي للمصارعة فيما ردت الدعوة المقدمة من ممثل نادي الشرطة غازي فيصل وكان غازي فيصل قد احترض على انتخابات اتحاد المصارعة الأخيرة بعد إبعاده وإبعاد اسماء أخرى من الهيئة العامة كما أجريت الانتخابات في مكان غير نظامي على حد قوله وكانت نتائج الانتخابات الأخيرة قد أسفرت عن فوز شعلان عبد الكاظم رئيسا للاتحاد بعد حصوله على 77 صوتا تعرض لعب منتخب العراق للمتقدمين بجودو محمد ستار إلى إصابة أثناء المعسكر التدريبي المشترك الذي يقيمه المنتخب العراقي برفقة المنتخبين التونسي والإيراني في محافظة كربلاء المقدسة وأكد نائب رئيس الاتحاد العراقي لجودو عدي الربيعي أن محمد ستار يعد من اللاعبين المهمين والمعول عليهم بشكل كبير في تحقيق نتيجة طيبة بوزن 66 كيلوغراما في البطولة العربية المزمع قامتها في العاصمة الأردنية عمان أواخر شهر آذار الحالي وبين الربيعي أن اللاعب تعرض إلى إصابة في الوحدات التدريبية المشتركة وبعد إجراء الفحوصات الأولية وعرضه على الطبيب المختص الذي أكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي وسيخضع لتدخل جراحي خلال الأيام القليلة المقبلة أقام جامعة بغداد احتفالية كبيرة كان شعارها لا للمخدرات نعم للرياضة وسط مشاركة كبيرة من جميع شرائح المجتمع المزيد مع زيد غالب شرائح المجتمع المختلفة اتحدوا ووضعوا اليد باليد ليرفعوا شعارا مهما لا للمخدرات نعم للرياضة والتي يجب أن تأخذ حيزا واسعا لنحصل على جيل ينمي أفكاره في خدمة وطنه الأساتذة والمختصون في جامعة بغداد كانت لهم الشرارة الأولى في انطلاق هذه الحملة لنشر الوعي بين شبابنا العراقي اليوم نجد الجامعة مساحة كافية للإعلان والوعية لدينا أكثر من سبعين ألف طالب لدينا أكثر من خمسة عشر ألف طالب دراسات عادية فضل عن التدريسين الذين يزيدون عن ثلاثة عشر ألف تدريسي وموظف هذه البيئة الكبيرة هي صالحة لنشر الوعي بخطورة المخدرات والتثبيف باتجاه اللجوء إلى الرياضة واللجوء إلى العلم للمحافظة على مستقبلنا مثل ما تعرف الفئة الكبيرة هي من طلبة الجامعات يتعرضون لهذه المشكلة وهي آفة المخدرات فاليوم المهرجان هو عبارة عن توعية الشباب لأننا نبتعاد عن هذه الآفة لتمس أولادنا وتمس كافة مفاصل الحياة الحملة شهدت احتفالية كبيرة تنوعت فيها العروض الجميلة كتجمع بايك داد للدراجات الهوائية الذي حرص أعضائه في تقديم رسالة ذات معاني سامية توجه الشباب بأن يكونوا باتجاه ممارسة الرياضة لا للمخدرات التي تعصف بهم في وادي الموت نحن اليوم فئات مختلفة متعددة جينا موظفين ربات بيوت موظفات وحتى الشباب بهم إضباط بهم جنود جميعنا نمارس هذه الرياضة الغاية ننقل صورة جميلة لعلنا نستطيع جذب الشباب إلى فكرة الرياضة وجاي نوصل رسالة للشباب أنه يعني يطلعون الأجواء السلبية اللي يعايشين بيها بين المجتمع واللجوء إلى الرياضة وريد نوصل رسالة أنه يعني انتقف عدم الترويج للمخدرات وعدم يعني الاتجاه لهذا الطريق هذه الحملة وغيرها يجب أن لا تتوقف بل يجب أن تستمر في كل مكان لنحصن أبناء الوطن بجرعات ممارسة الرياضة الكل معني من الصغير وحتى الكبير بحملة القضاء على ظاهرة المخدرات التي يجب إذابتها ببحر التوجيه والتوعية الدائمة من أجل الحصول على جيل واعي ومتفهم بخطورة هذه الآفة الهدامة زيد غالب العراقية الرياضية بغداد النشر مستمرة وفيها تتابعون ستشرف إلى مستمرة الكثير منطق on ترجمة نانسي قنقر هذا المستمرة صغير منطق أوحظة